الحكومة النهاردة فكرت في واحدة من الافكار اللي ممكن تساعد شوية مع اننا رأيي ان دا مسكن لكن اهو وهي الكلام اللي اتقال النهاردة باقرار العلاوة اقرار العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ووزير المالية النهاردة قال ان العلاوة الجديدة دي هيستفيد منها حوالي 3 مليون موظف وانها هتكلف ميزانية الدولة تقريبا 2.5 مليار جنيه فكرة العلاوة فكرة طول الوقت طبعا اي حد تقوله في الدنيا هتاخد علاوة لازم حيبقى مبسوط خصوصا لما تيجي للموظف الغلبان اللي هو موظف الحكومة اللي ما عندوش دخل تاني قدوا بالكوا فيه عمال قطاع خاص وفيه ناس اللي هما بيسموهم اعمال حرة دون عندهم موارد اعمال حرة ده بيشتغل سمسارة حتة ارض سمسارة شقة وياخد له منها ارشين عنده اتنين توك توك بيشغلهم جايب عائلين صغيرين على التوك توك وبتاعهم يطلعنوا منهم داخل واحد عنده ميكروباس واحد عنده تاكسي واحد كان عنده عربية قلبها ودخل في اوبر ولا في كريمو بيقلب عيش الدنيا بتمشي لكن موظف الحكومة ده رغم ان احنا عندنا اعتراض كتير على موظفين حكومة لكن في النهاية داخله 700-800 ألف جنيه مش 700-800 ألف جنيه وبس فلما تقول له حديك علاوة 10% ولا 15% فبالألف جنيه بقى ألف ومتين جنيه ده خمس مرتبه بيزيد لازم يفرح بس انا في رأيي برضو ان ده مسكن ده مسكن لو ما عملناش منظومة كاملة للناس انها تعرف تشتغل الناس تعرف تشتغل لازم يبقى كل انسان حتى لو موظف قاعد على مكتب لازم يبقى بيونتك شيء بلد بلا انتاج انسوا الدولار هيوصل ساعتها ل70 جنيه لان احنا طول الوقت قريبا بنعتمد على الاستقراض بس واحنا ما بنصنعش حاجة وانا قلتلكم بلد لا تأكل مما تزرع وبلد لا تستهلك مما تصنع تبقى مش بلد تبقى مسلفتية طول الوقت مسلفتية مش بتسلف بتتسلف بس تبقى طول الوقت مدق ديها للبنك ده والسندوق ده وده كذا وديني حتة وديني حتة وديني حتة والاجالة الجديدة هي اللي تدفع فوائد هذه هي القروض موسيقى